وفي السياق نقل موقع ميدل إست البريطاني عن مسؤولين في البنك المركزي قولهم أن العراق يواجه فجوة عميقة في مالياته العامة بسبب حملة قمع الفساد وتهريب الدولار من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي منذ الاستلاع على أموال الأمانات الضريبية المعروف إعلاميا بسريقة القرن وكشفوا عن مشكلة جديدة تتمثل باقتراب خلو خزانة البنك المركزي من الدينار العراقية حيث تتراكم الدولارات نتيجة المبيعات الشهرية من النفط في الوقت الذي لا يتمكن البنك المركزي من الحصول على الدينار عبر نافذة بيع العملة بسبب قلة المبيعات التي فرضتها إجراءات الفيدرالي الأمريكي لمنع تهريب الدولار إلى دول جوار العراق أو استثناءات شيراء الكهرباء والوقود وتحتاج الحكومة العراقية إلى نحو ثمانية تريليونات من الدينار العراقي شهريا لدفع رواتب موظفي الحكومة والمتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية وضحايا الإرهاب وغيرهم وكان يتم تأمينها بشكل كبير من خلال مزاد العملة ما يدفع إلى الواجهة حسب التقرير البريطاني خيار طبع المزيد من العملات وهو ما يعني المزيد من تضخم وتراجع قيمة العملة العراقية وسط نقاشات ترجمة نانسي قنقر